كل الدم في هذه الحرب في رقبة نتنياهو وفي رقبة حكومتي سواء كان من شهداءنا الفلسطينيين أو من من قتلوا وسقطوا من الجانب الإسرائيلي ألف وربعمائة واحد من إسرائيل أو سقط ألف وربعمائة جندي إسرائيلي ما بين مدني وما بين جندي يتحمل مسؤوليتهم نتنياهو لأنهم سقطوا في القصف الإسرائيلي العشوائي اللي بيحصل فألا تستطيع المظاهرات أن تضغط على نتنياهو أكثر من ذلك ويحسبوه على الدم حتى الإسرائيلي حتى وإن لم يعتبروا الدم الفلسطيني دوء أهمية بالنسبة لهم يعني هو بالنسبة للمظاهرات في إسرائيل مستمرة ولكن حكومة بن يمين نتنياهو حكومة يامينية متطرفة هدفها الأول القتل هو دخل المعركة ولن يستطيع أن يهزم المقاومة هو توهم أنه في يومين أو في سبوع سيخدع للمقاومة ورسم أكثر من مرحلة لدخول إلى غزة وفشل حتى المرحلة الرابعة التي توغلت فيها الدبابات داخل غزة وداخل تخوم غزة والمقاومة أعلنت أنها استهدفت 160 دبابة وقبل قليل تم إعلان عن مقتل جنديين وإصابة آخر بخطير أن يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا من بداية 7 أكتوبر حتى اللحظة 366 جندي حتى الآن خلافاً لما قتل داخل غلاب غزة